هل علاقة الدين بالسياسة؟ فصل أم وصل أم تميز؟ أنا أعطيتك الحق في السياسة لأن موضوع السياسة ليس مسألة حسابية رياضية فيها صح وخطأ وليست أيضا مسألة عبادية جزئية فردية مثل الصلاة والوضوء أو الحج والعمرة مسألة السياسة مسألة تتعلق بوضع بشري مركب بعلاقات دولية بملفات متزايدة إدارة الدولة معقدة ليست كإدارة أسرة أو كإدارة مسجد أو إدارة صلاة جمعة أو صلاة عيد لذلك يمكن أن أجيبك بما يريحك في أنه هل هو فصل أم وصل أم تميز؟ أنا أقول لك بأن السياسة بينها وبين الدين وصل من حيث المبادئ والقيام والموجهات الكبرى والمصالح العليا هذا وصل فهي مؤثرة بهذا هي فصل من جهة التفاصيل والأدوات والماجريات والمقتضيات التي تأتي بحسب سياقها المقتضيات الإجرائية المقتضيات الدستورية المقتضيات العرفية الإدارية يعني الممارسة الممارسة والتفاصيل والمواقف والتحالفات والتقنيات والإعلام السياسي والخطاب السياسي والتداول السياسي مفردات السياسة في تجددها معرفيا الآن فيه شيء اسمه علم الخطاب يدرس للسياسيين وغيرهم هذا العلم الخطاب بموضوعه وبإمكانياته وبأدواته هل هذا موصول بالشريعة وصلا مثل العبادة صلاة الصيام ليس موصولا موصول بالمبادئ العامة وأن الخطاب لابد أن يكون خطابا بمصدقية بموضوعية بمهارة أن يحقق هدفا أن يدفع إلى أمل أن يضرأ خطرا داهما أن يؤثر على المستمعين بالنسبة لي نحن أن يؤثر على المستمعين مصدقيا وليس مجرد تصنع وكلمات جوفاء وإنما القائد السياسي المحنك يستعمل خطابا ينسجم فيه مع هويته مع دولته مع العالم كذلك بمقاربة هي قوية جدا ولذلك التفاصيل والنظم في العموم الأغلب والإجراءات والصيغ والأدوات والبرامج والخطط والمقاربات والمعادلة هذه كلها من جهة تفاصيلها وما جرياتها وتطوراتها وما يعرض لها من الموانع هذا كله مفصول فصل من حيث ليس كل خطوة نخطوها نريد نص من كتاب أوصولها وإنما يحكمون مبادئ عامة وهذا الذي قال العلماء بأن الأحكام والنصوص محصورة والتفاصيل غير محصورة هذا راه فيه قوة الإسلام أنه يجمع بين الثوابت والمتغيرات الثوابت هي القيم العليا الحاكمة والمتغيرات هي الاجتهاد هي الإدارة هي الحراك الفكري التداول السلمي الجدلي الخطابي المجتمعي النظم المعرفة البحوث المخرجات العلمية الأخيرة فإذن وبناء على هذا الوصل والفصل الوصل من حيث المبادئ والمقاصد العليا والنصوص الكلية والفصل في التفاصيل والمقتغيات الإدارية والإجرائية بمجموع هذا نحقق ما يستلح على تسميته بالتمايز ما هو التمايز؟ التمايز هو المجال السياسي له ميزات يفرق بها عن ميزات العبادات العبادات مضبوطة في زمانها ومكانها وهيئتها وكيفيتها والسياسة غير مضبوطة في أوقاتها في كيفيتها في برامجها وإنما محكومة بالمبادئ هذا يميز السياسة تتميز عن العبادة بأنها متغيرة نسبية وتتميز عن الأسرة السياسة تتميز عن الأسرة الأسرة هي بنظام خاص يطلق عليه بالحياة الخاصة أو الفضاء الخاص هذا محكوم بقوانين بالدين بالعرف بالخصوصية بالحرية الذاتية الداخلية وليس محكومة بالفضاء العام فهذا التميز إذن إذن التميز هو خلاصة الفصل والوصل بحسب هذا الاعتبار العلم المنهجي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر